يقول الجفري قال الله تعالى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَلُّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهِ فَإِنَّ اللَّهَ نَسَبَ شَيْئًا مِنَ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ الْرِزْغُ لِغَيْرِهِ فَكَيْفَ بِالأَوْلِيَاءِ لَا يَرْزُغُونَ مَا الرَّدُّ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ طيب في أخواننا في أمور تنسب إلى الخالق وتنسب إلى المخلوق ولا تنسب إلى المخلوق إلا مقيدا أما إلى الخالق فتنسب مطلقا وله الكمال في ذلك زي الرزق ربنا سبحانه وتعالى قال وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال سبحان الله شوف الكلام بتاع الجفري ده والله يضموا ناغذ للقرآن وواضح الرزق ده أبو جهل قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع الآخر ربنا قال فسيقولون الله أبو جهل عارف أنه البرزق الله ده يحرف القرآن فارزقوهم منه أي فاعطوهم من هذا الرزق طيب ربنا قال الآية دي في اليتامة أو فإذا حضر القسمة وللقربة ديال أولو القربة نحن بنقسم في تاركة جهل القربة حضروا ربنا قال فارزقوهم منه فارزقوهم منه يعني أمشي أخلق لك أخلق لك مال سواء كان غنم أو إبل أو سواء كان عقارات تمشي تخلقها إنت مما في وتمشي تديها لأولو القربة الحضروا ديال ده معنى الآية كده هل معنى الآية وإذا حضروا للقربة فارزقوهم معنى أنا بقوم بمشي بجيب لهم الرزق ولا معناها فاعطوهم معناها فاعطوهم زي ربنا سبحانه وتعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين في خالقين مع الله لكن ده من اتباع المتشابه عشان كده زول ده مبجوز الحضور له ياخد الرزق الرزق دعي نضلا المشركين زمان كانوا عارفين أنه البرزقو مالله النبي عليه الصلاة والسلام حكى قصة زيد بن عمر بن نفيل هذا ولد منه ولد منه معروف في الإسلام سعيد بن زيد سعيد بن زيد يطلع شنو من العشر المبشرين ولد أخوه منه عمر بن الخطاب زيد بن عمر بن نفيل وعمر بن الخطاب ها ابن منه ها ابن نفيل مش هو عمر بن الخطاب عمر بن نفيل أو زيد بن عمر بن نفيل كان من القلائل من أهل مكة الذين تركوا الشرك بالله والحديث تحكيه اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كان زيد وتحكي الكلام عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أدركت زيد وهو متكئ على ظهر الكعبة وهو يقول يا معشر قريش ما بقي على دين إبراهيم أحد منكم غيري ثم يقول الشات خلقها الله وأنبت لها الكلأ تذبحونها لغير الله قال لهم أنتو الغنماية دي ربنا خلقها وأنبت لها الكلة المرعدة لما انتجي تطبحها تقولوا دي للات ده شغل ناس الجفري الآن زي ما عندنا مثل بيقول الخيل تجقلب والشكر شنو ليه حمد يعني دار تغنعنا دار تغنعنا يا الجفري أن الأولياء بتاعينك دي لبيرزقه فكون ربنا سبحانه وتعالى نسب نسب الرزق لبعض عبادي هذا المقصود بالرزق هنا المقصود به العطاء ما المقصود بالرزق هنا إنهم بيجيبوا لهم فيكتب له أجله ورزقه وعمله وشقيه وسعيد هل بيملكوا لنا ديل ربنا قالوا وفي السماء رزقكم وما توعدون فده زول بيلعب بيتبع المتشابه وده ما بجوز يعني الالتفات لهم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان